اشتركوا في القناة وقد أكد سعادة النائب العام خلال كلمته الافتتاحية لفعالية المؤتمر أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية والقضائية يعد أحدث سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز القدرات في المجال القضائي والإداري حيث عكفت النيابة العامة منذ نشأتها على تطوير وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي مستعينة بالمؤسسة الوطنية والدولية المعنية وهو ما تبلور في انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه في مجال تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء من جانبه أشار الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ومستشار الذكاء الاصطناعي والبيانات بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بأن مملكة البحرين صنفت في المرتبة السادسة والخمسين من بين 181 دولة وأحرزت المرتبة الخامسة عربيا وفقا لمنظمة أكسفورد إنسايت البريطانية انطلاقا من إيمانها بالتطور والتقدم المستمر للقطاع القضائي نظمت النيابة العامة في مملكة البحرين مؤتمر البحرين الدولي الثاني بعنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية وذلك تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين حيث عقد المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة قضائية محلية ودولية واسعة أكدت على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية والقضائية فما من شك أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وتحديدا في أعمال النيابة العامة بل والقضاء عموما هو ارتقاء بأساليب العمل القضائي التي نرمي منها إلى سرعة الإنجاز مع تحقيق المساواة في التقدير والتقييم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب واقعيا وقانونيا فتلك هي عناصر العدالة الناجزة التي نبذل باللقاها أقصى الجهود لرفع المستوى العلمي من خلال التدريب والتثقيف وتنمية القدرات ولتوفير الدعم التقني والفني بما من شأنه تعزيز قدرات النيابة العامة النيابة العامة ومنذ نشأتها اهتمت بتطوير وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي مستعينة بالمؤسسات الوطنية والدولية المعنية وهو ما تبلور في انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه في مجال تطبيق التقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء أن رعاية سعالة الناب العام الدكتور علي بن فضل بوعني لهذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في مجال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي والإيمان التام بضرورة مواكبة التغيرات والتطورات التقنية الحديثة والعمل على التنمية وتعزيز قدرات أعضاء ومنتسبين النيابة العامة وعلى التحديث وآفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والعدلية في انعقاد هذا المؤتمر يدل على تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ رؤية المملكة المستقبلية بيجعل التحول الرغمي منهجية عمل المستقبل لمملكة البحرين وقد عقد هذا المؤتمر لمشارك الأموان العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور السادة عضاء النيابة العامة في دول مجلس التعاون والسادة عضاء جمعية نواب العموم العرب المشاركون في الملتقى أكدوا على أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة السادسة والخمسين من بين 181 دولة وفقا لمنظمة أكسفود أنسياب البريطانية يعد إنجازا مهما يسجل لمملكة البحرين منضحين أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أعمال النيابة العامة والقضاء يقلل من العمر الزمني للتحقيق والتصرف في القضايا مما يمنع تركمها لآجال طويلة استخدام الذكاء الاصطناعي والتطور التقني في المنظومة العدلية عمل دأبت عليه النيابة العامة في مملكة البحرين وذلك بهدف تحقيق غايتها الأبرز وهي العدالة الناجزة للجميع وذلك من خلال تطوير أساليب العمل القضائي وصياغة معادلات منطقية تتيح قدرات التحليل والاستخلاص القانوني يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا